زيارة ما عمليني نهارة اولوكم على مبايي الجامد جدا من انفينيكس انفينيكس زيرو فايف جي مش عارف هيبقى زيرو ستة او زيرو سبعة الله اعلم بس ثم حاليا تسريباته بتقول نوع زيرو فايف جي بس النهار ده جيب لك تسريبات مؤكدة جدا عنه مش الكلام بقى مالوش اعزونا زي اللي تسمعته في تسريباته الكلام ده بقى جيب لك المواقع مؤكد عملش اتخارت الفيديو ده مبايي نازل من يوم خمسة شهر اتنين اعرف اتخارت جدا بس انا ما مبعبش اطلع اقول لك معلومة مش بتأكد منها فاكت اكدت من الموصفات بتاعته كلها نزلت فاطلع اقول لك الى النهار ده ان شاء الله سلام عليكم اعلى رمضان اتراك اعطمس على اليوتيوب اهو سلام في جديد جديد يضا بي نبدأ النهار ده مع بعض في الموبايل دوت واقول لك السعر المتوقع بالتواكام في مصر وهنزل امتى والكلام ده كله يالا بي نبدأ تاني واخرنا نتكلم الاول على التصميم كيف سريعا سريعا عشان التصميم مكوش حاجة دي ده اتكلم عليه مش هو لك اللون والشكل الكاملات ورص عجباني ورص فيها فريم مع او شيء والكلام ده ما نجدع بيه المهم الموبايل الجاي بعلوان كويسة جدا عرضها لك اكيد طبعا اقول لك عليها بس الموبايل هنا تظهر بلاستيك بالكامل فريم بلاستيك طبعة حماية من الجيل الخامس على الشاشة فظهر معتاد وتصميم معتاد ما فيش فيه يعني حاجة جديدة ضهر بلاستيك حتى كمان وزن موبايل مئة تسعة سعين جرام وزن لاعطبرة دي لاوي ولا خفيفي اوي فهو مئة تسعة سعين فدي حاجة برضا كويسة جدا ننخل في المهم شاشة بتاع الموبايل ده نظامها ايه شاشة بتاع الموبايل ده نظامها ايه شاشة بتاع كسافة بيكسات لتوانا تمامين بيكسل لكل انش شاشة طبعا بحكم ستة فاصلة تمانية وسبعين من مية آآ السبتاع ربعان شاشة مش سوبرا امولا ده لحاجة شاشة اي باس مية وعشرين هرتز بسطوع بيوصل لخمسمية نتس وفيه بعض المواقع على تخمسمية خمسونة خمسين نتس بس الفينيكس على تخمسمية نتس للسطوع بتاع الراقصة وده اصطوع كويس مش وحش خالص على فكرة ده من اصطوع الموبايلات بفوق ربماية تمين نتس بيكون كويس ما تطمن خالص يعني ما فيش حاجة مليا قوي نبدأ بالاداة مع بعض موبايل جاي من العلبة باندورية حداشر واحدة السواجة من الفينيكس اكس او اس تين بس ندخل بقى على الاداة بتاع الموبايل معالج نظامه ايه صراحة معالج انا يا جماعة يعني داخلها في شغل جامد معالج ميدياتيك معالجات متطورة من فائل بصراحة بتكون كويسة جدا معالج انا بتكون لاشة ستة نانو معالج محترم بتغفير طاقة كويس جدا واداة مستقرة لها بعد حدود يعني ان هو نزل في كم موبايل قبل كده واداوكم مستقرة واحارتوا برضا لكم مش عالية فما حدش اشتاكى منه ومعالج تحسوا هديف نفسه كده بس يعني اداء وحلو بسطة طبعا المساحة بتاع موبايل وكده الاول طبعا خطينه كارت المتاحة دي في الموبايل نفتراك بخطينه كارت الموبايل في نفس الوقت وطبعا المساحة اللي بتاع الموبايل ده مية تمانية وعشرين جيجا وتمانية جيجا باتريا من او الزاكات ده خليها المؤتد دي حاجات مش محتاج نتكلم عليها ونضع وقت فيها بس النسخة واحدة لموبايل ده تمانية جيجا وتمانية وعشرين بس اللي تم الاعلان عنها وهيتم نزولها قريب في الهند وفي الصين وبالدول للبرة وبعدين تنزل مصر بعد شهر مسلا يعني. مم مش هستنسبة الاحداث سقول لك سعر متوقع اقول لك كل حاجة عن الموبايل وهينزل امتى والكلام ده شوية كده في اخير الفيديو ندخل في الحاجات الاهم الا وهي الكاميرات بتاع الموبايل ده. كل الموبايل ده نزل بتلك كاميرات خلفية هم ليس من تلك كاميرات بس هم ولهم شغل واحدة اساسية. كاميرا الساعة هنا في الموبايل ده تمانية واربعين ميجا بيكسي فاتحة وده حاجة كواسة جدا كاميرا معتادة مش اللي احسن اكيد يعني في حاجات ربعة ستنوك فيه فيه مية وتمانية واربعين تعضي الغارد اكيد مع المعالج القوي اللي هنا اكيد معالجة هكون كويسة في الصور. المهم مش هزنز بالاحداث. كاميرات تانية تلاتاشر ميجا بيكسل هي مش زاوية واسعة ولا حاجة. هي كاميرات ليفوتو مهمية انك بتخليك تعمل زوم لحد اتنين اكس. من غير ما تخسر اي تفاصيل ومن غير ما يتهز معك. كاميرات تانية اتنين ميجا بيكسل وما قالوش نوع ايه بس اعتقد اعتقدت كاميرات اتنين ميجا بيكسل للعزل. مش اكتر من كده. ما فيش طبعا زاوية واسعة ودي ايه حاجة غريبة شوية. بس مين اصلا بيقدم كاميرات تصوير زاوية واسعة حلوة ومرضية تحت خمس ست الاف جديد. مفيش. كلها تانية بيكون مش حلوة. خلا نعديلها الحتة دي. ونشوف العيوب المتقيلة اللي جاية. طبعا فلاش رباعي ومعالج لما قلت لها تكوى هنا بصراحة يعني كنت قدي كلمتي المعالج انا بيزعمل تصوير فيديوهات لحد دي جاودة فور كي. بقفت تصوير فيديوهات بصراحة كويس جدا. احسن معاجرات كتير بنفس السعر. عندك تعمل من نوت حداشر. بالمعالج بتاعه ميت يعني بيزعمل مفات ستمية وبيصار فيديوهات اقصى حاجة الف تمانين بي. هنا معالج بيزعمل كده محترم بيصار فيديوهات فور كي واكيد اكيد يعني بيصار فيديوهات فور كي بسببات الالكتروني. في المؤتمر بتاع الوبايل ده انفينيكس ما جابتش اي سرير او اي الكلام عن الصوت بتاع الموبايل. فمن الواضح كده الموبايل جايب سماعة واحدة. مش صوت من الواضح يعني. مفات ستاتة ونص ميلي موجود في الموبايل ده بتاع السماعات الحمد لله مش هلعوش من الموبايل ده. لان فيش عجابة تشيل مفات ستاتة ونص ميلي من اجازتها الفترة الحالية واللي جاي. هو طبعا لو بتتساءل او كده بتساءل في كومنت تحت في الموبايل ما بدعمش الانف سي يعني اتصال التلموسيو كده والكلام ده بتعرفينها طبعا بس موبايل ما بدعمش اشربها فهل. موبايل بدعم نفسها وبصمة على الجنب بتاع الموبايل على الزرار الباور وبطرية بتاع الموبايل هنا خمس تلاف ميلي امبير. بطرية كبيرة. واشع عشان فينكس بصراحة على البطرية دي. انها ما حطتش بطرية اصغر من المنفسين. زي المنفسين. فينكس وضحت وقالت ان البطرية جاية بشاحن تلاتة وتلاتين وقت وبقول ان الشاحن ده بشحن بطرية بالكامل بالكامل من صفر لمية في المية في الساعة وتمن دايق. معرفش الكلام ده ازاي معنى في مبالغات في الساعة دي شاحن تلاتة وتلاتين وقت برضك. ويشحن في حاجة وخمسين ديها كده فلو راكم لا يسكر. ليه عد الساعة? اكيد الشاحن السراع بيفس من او التسعين في المية او تمانين في المية الله اعلم. بس اللافة انتباهي حاجة مهمة جدا جدا يعني. اه ان فينكس بتقول ان احنا ما بحطوش عاجة سناب دراجون كم ده بس هنحطمه عليك ميدياتك اقاوة عادية ان يتفعش خارو به. وعملون له اختبار جابين لك كده من اختبار وهو اللي عن توتو بتاعه. قال لك المبال بحاجة راكم عن توتو ربعمية وتسعاتاشر الف نقطة. وده راكم قريب من السناب دراجون تونمية وستين اللي موجود في بوغو اكس سري برو. بعلما ان المبال هنا سعره متين وخمسين يورو. بمعنى العصار زي ما انت شايف متوقعة كام. فدي اسعار كويسة جدا يعني ما اعتقد يعني طبعا ضفت على اسعار دي ستمائة جنيه ضراجب والكلام دوت كعادية المبالات يعني الاسعار دي في المتوقع كده وعدد ضراجب ممكن تقل لمية امتين او تزيد مية امتين بس بشكل كتر من كده. ده كان رايف المبال وطبعا ما منزه ان شاء الله هعمل لكم فيديو مميزاته فيديو عيوب بالكامل ورائي والتقامل من عشر في كلام دول متعوادين عليه. بس اهميني هنا حاجة مهمة يعني اعني اعني زعف رائك كتا في موبال ده. هل فعلا موبال ده ممكن ان اعجابك وقال لك تفكر. او هل هتروح تشوف بدائل من شاومي او من ريلمي. في فعال سعر دي سيكس اي مسلا. اصدي اي. فاقول لي يعني رائك في الموبال ده ايه? استحية فعال لك لو نزلوا كده بالاسعار دي. ولا شافوا سعر مبالغ فيه. رائك اهميني جدا في كوميتات تحت. ووصلنا على سنفاك انتوا حبوا فيديو كله وفاكت سعر النبي ولا تعطيش سعر من العبال على السلام. لو صلى الله محمد. لم صلى الله محمد. لم صلى الله محمد. كما حاولكم صلى الله جدا 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 لكم معكم. كما عليكم رضا نشوفكم على خير. السلام عليكم ولا الى الا الله. مصمم على اللي اخترت ومش حزين مع اختياري. لا شيء لا يمكن استبدال وعالج التعلق. ناس جيجر عبكمة لطفقه التسلق. اغلى من حاجات وكفرة بالتدرج. تجملك دبت نتيجة التملق. غير العامة من طارد الفرشات بشغف. علما شانق اطفال اذا فرعون ارتجف. جيوشنا نفك من غير ما تضرب سهم. من قصاد حسن ورأك مدهون وهم.